وفق مجلس الأمة في جلساته التكملية اليوم على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يشمل تطبيق أحكام نظام الصلح بحق المخالفين وانقضاء الدعوة الجزائية وكافة أثارها في المداولتين الأولى والثانية نعم بسام كما وافق المجلس في الجلسة التكملية على توصيات نيابية بشأن الإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر المتعلقة بجائحة كورونا بالإضافة إلى الموافقة على عدد من الطلبات وافق مجلس الأمة في جلسته التكملية على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتوصيات نيابية بشأن الإجراءات الحكومية المتعلقة بجائحة كورونا حيث بدأ المجلس أعمال جلسته بمناقشة بند الأسئلة وبعد ذلك انتقل إلى مناقشة بند تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين حيث وافق المجلس بعد ذلك على توصيات وقرارات نيابية تم تقديمها في الجلسة التكملية لمجلس الأمة بشأن الإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر المتعلقة بجائحة كورونا وتتعلق التوصية الأولى برفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والسمح بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين في حين نصت التوصية الثانية على الاكتفاء بالجرعة الثانية لأعتبار الشخص محصنا بالكامل ونصت التوصية الثالثة على عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير المتلقين منهم فيما نصت التوصية الرابعة على عدم اشتراط الحصول على مسحة بي سي آر للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لا يكون ذلك سببا في احتجازه في الدولة القادمة منها ووافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية بعد انتقاله إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يشمل تطبيق أحكام نظام الصلح بحق المخالفين وانقضاء الدعوة الجزائية وكافة أثارها وتقضي المذكرة الإضاحية لمشروع القانون بتطبيق أحكام نظام الصلح مقابل دفع المخالف لمبلغ مالي يقدر بقيمة 50 دينار نحو 165 دولار عن كل مخالفة وذلك اسوة ببعض القوانين الأخرى لما له من فائدة لكل من الإدارة والمخالف وأشارت مادة أخرى إلى أعطاء القانون للوزير حق من حد صفة الضبطية القضائية دون الإخلال بالضبطية القضائية المقررة لأعضاء قوة الشرطة للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة في الأماكن العامة وذلك لإثبات المخالفين لأحكام القانون والقرارات المنفذة له والحد من ظاهرة انتشار العدوى في المجتمع والحفاظ عليه وحول الاختراحات بقوانين بتعديل قانون الخدمة المدنية بما يشمل ضمان حق الموظف في الاستفادة من الإجازات ويرعى حقه في حال عدم استعمالها وافق المجلس على منح الحكومة مهل شهر بناء على تعهدها لإصدار مرسوم بتعديل القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمتعلق بالبدل النقدي للإجازات مع إبقاء القانون على جدوى الأعمال المجلس ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس التكملية بعد انتقاله إلى بند تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع القانون باستخدام عبارة عامل منزلي حيثما ورد النص عليه في القوانين ذات الصلة نواف شراكي تفزون دولة الكويت